السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي انتابعها حياكم الله في هاي الأيام اللي اتمر علينا ذكرى شهادة السيد محمد باقر الحكيم الشهيد الذي كان قائدا لهذه الأمة عرفه كل من عاشره وسمع عنه ذلك الصوت الهادر وفي مثل هذه الأيام وقبل عقدين طالت يد الغدر هذا الرجل العظيم الذي أرسى دعائم وقواعد العلم والمعرفة والأخلاق في نفوس الشعب وفي وقته لا يزال يخلده عطاؤه وفكره تلك التضحيات التي منتهت إلا ببدل الغالي والنفيس وبذل الدم فعرج حين عرج مقطعا بدمه ومضرجا ومخضبا بدمه مقارعا للظلم لم يقف على حد معين ولم يرعبه صولة ظالم طاغي أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة فراح نتحدث عن ثاني جولاته الأوروبية التي اختتم فيها رئيس الوزراء العراقي زيارته لفرنسا والتي مثلت نقل نوعية في العلاقات الثنائية وأخذت بها إلى آفاق استراتيجية متعددة فهذه المصالح وهذه الزيارة تمثل استجابة وطنية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة فمذكرات التفاهم في هذه المحطة الأوروبية شملت قطاعين قطاعات يسعى العراق إلى إحداث إصلاحا في بنيتها فضلا عن كونها خط الشروع الأول نحو تمتين المصالح مع الدول الصديقة وتحقيق نتائج مهمة قريبة وبعيدة المدى بما يوصل البلاد أخيرا إلى مساحات التنمية المستدامة فالحكومة الحالية تعمل وفق سياسة اليد المفتوحة وتنويع الدبلوماسية وأنجزت ملفات في الميدان وهذا كما يبدو أغاضى الولايات المتحدة التي تحاول التضييق على تحركات الحكومة الحالية عبر استخدام ورقة الدولار كونوا معنا مشاهدين أحبا حياكم الله مجددا الشهيد الحيا السيد محمد باقر الحكيم تقام بذكراه الكثير من مجالس التأبين والندوات الحوارية والمهرجانات للتعريف بشخصه العظيم الذي كان مثالا كبيرا يحتذا به في العلم والمعرفة ومواجهة الظلم ليرحل عن عالمنا بين اضطهاد الظالمين له واكتسابه لمحبة شعبه الذي بدل من أجله النفس خلونا مشاهدين أحبا نفتح هذا الملف لكن بعد نشاهد تقرير الزميلين وهو الشمالي شهيد المحراب رمز وطني كبير وقامة علمية وجهادية متميزة تأريخ عريق من الإخلاص للقيم النبيلة التي رسمت الطريق نحو عراق متحرر من الاستبداد لقد كان الشهيد أمة في رجل إذ كون سماحته في الساحة العراقية قوى الجهاد التي لبت نداءاته لمقارعة الظلم والظالمين ومواجهة الدكتاتور الذي يريد الخرابة للبلد نستذكر اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم رضوانه الله عليه تلك الشخصية العظيمة التي بقت خالدة في قلوبنا وضمائرنا لما مثلته من تاريخ وعمق للحضارة وكذلك رسم السياسات الاقتصادية والسياسية لهذا البلد فلقد حرص سماحته على إعلاء كلمة الحق مهما كان الثمن حيث كانت الاعتقالات المتكررة للسيد محمد باقر الحكيم عنوانا واضحا لظلم الحاكم أهنذاك وتكميم الأفواه كانت سمة بارزة لسلطته لألا تؤجج الجماهير الواعية بفكر السيد الحكيم النير فالنظام البائد اتبع نهج تضييق الخناق على من يتفوه بالحق هذه الندوة تضيف كثير من المعلومات التي بدأت منذ السبعينيات لشهيد المحراب هذا الرجل الذي هو مرجع وفي نفس الوقت السياسي وفي نفس الوقت قائد جهادي هذه المسيرة العظيمة يجب على أبناء شعب العراق أن يكون لهم الطلاع للاستفادة في أعمالهم سواء كانت السياسية أو الدينية لهكذا شخصيات مهمة في العراق فعلى خطى أبائه كان ثمن رسالة الإسلام ومقارعة الظلم والاستبداد أرواحا يحصدها الطاغوت في عصره ليختم الشهيد مسيراته مفعمة بالجهاد والتضحية لأبناء شعبه والارتقاء بوعي الشباب وإدراكهم لرفض الحيف شهيد الحكمة والقيادة هكذا عرف شهيد المحراب الذي ما زال حاضرا في نفوس محبيها فإن غيب النظام البائد جسدها فلن يغيب تضحياته وعطاءها نهى الشماري الأيام الفضائية حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف ورحب بضيفي الكريم الأستاذ حسن الساري القيادة في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ونائب سابق حياكم الله أستاذ حسن نتحدث عن هذه الاحتفاءات بالذكرى العشرين لعروج شهيد المحراب إلى جوار ربه تدل على عظيم الأثر الذي تركه سماحته في نفوس الشعب عام ومحبيه خاصة كيف تنظر إلى هذه الجزئية بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة نستذكر السيد الحكيم شهيد المحراب سنويا ليس فقط للمواساة وأنما نحي هذه الذكرى لإحياء المبادئ التي كان يحملها السيد الحكيم شهيد المحراب وأيضا لنشر ثقافة الجهاد والشهادة بين الناس أن الأمة التي تحتر بالشهادة من جهاد الأمة لا تموت لذلك نعمل من أجل إحياء هذه الأمة وأن تبقى هذه الدماء محفزة لأبناء هذه الأمة لمواجهة التحديات والتهديدات وأيضا نتعلم منه الدروس والعبر باحتبار أن هذا السيد العظيم السيد الشهيد المحراب الحقيقة قد لا يوجد أمثال إلا القليلون فهو لا نريد أن نتحدث عنه الحقيقة بعبارات أو كلمات قد لا تعطي الاستحقاق الكامل لشخصية السيد وإنما إذا أردنا الحقيقة نتحدث عنه بكلام علمي بطريقة البحث العلمي فهو رجل تنطبق عليه مواصفات القائد الاستراتيجي هناك أكثر من خمسين صفة القائد الاستراتيجي أغلب هذه الصفات تنطبق على سماحة السيد واقعا من هذه الصفات أنه يرى كان يرى للأمور للأوضاع من كل الجوانب صفات القائد الاستراتيجي أنه لا ينظر إلى القضايا من جانب واحد وأنما ينظر إليها من كل الجوانب ونظرة شاملة ونظرة مستقبلية ويستفاد من الماضي فكان السيد إذا أراد أن ينظر إلى موضوع في طريق الجهاد في طريق الوصول إلى تحقيق الأهداف وهو إسقاط النظام وأقامة دولة عادلة في العراق كان ينظر من كل الجهات ونظرة شاملة فكانت له عفونا سالس حسن يعني خلنا داخل مع حضرتك أنه هذه النظرة الشاملة نعكسها في السنوات الطويلة والقاسية من حكم البعث وحكم الطاغية صدام وتسلطهم على رقاب الناس بالتالي جعلت هناك أولويات لشهيد المحراب في التعامل مع هكذا ضغوطات ومع هكذا سلطة فاشية ولكن عند عودته للعراق سارع بوضع الضمد على جراح العراقيين على فتح أكثر الملفات اللي كانت معقدة في ذلك النظام وبدأ ينجز فيها الشيء الكثير يعني هذا ما جعل أذناب البعث تستهدف سماحته نعم هو الحقيقة هذا صفة ثانية للقائد الاستراتيجي أن يضع الأولويات أن يحتقد بالأولويات فكان السيد في المهجر عندما كنا نعيش سوية الحقيقة كان يضع الأولويات ويوصل آخرين أن نعمل الأولويات الأولوي الأولي هو سقوط النظام فلنتفق جميع المعارض ومن يريد أن يساعد الشعب العراقي على أسقاط النظام كانت هذه الأولوية الأولى الأولوية الثانية أن نبني العراق ونهتم في بنائه ونتوحد من أجله وهكذا أقامت حكومة عادلة حقوق الأحزاب حقوق الشخصيات في الأولويات الأخيرة لكن مع الأسف لم تلتزم الأخوة في الأحزاب أو السياسين الذين بعد عملية السقوط وصارت حالة نوع من الحالة التسامي صار التفكير بالحزب والشخص ولكن كان خطة السيدة الاستراتيجية أنه نبني العراق بعد يعني بناء الأحزاب والشخصيات لذلك أن النظام السابق وأعداء العراق من الأمريكان والإسرائيليين وغيرهم أدركوا أهمية هذا الرجل وتخطيط هذا الرجل وخطورة هذا الرجل على مصالحهم في المنطقة لذلك عملوا واستعجلوا في عملية تصفيته جسدياً لكن حتى إذا كان غاب عننا جسدياً فروحه وفكره وموجود في قلوبنا وفي أنفسنا واليوم تتجدد هذه الذكريات ومواقفه ودروسه لعله كل العراق يستفيد من هذه الدروس التي رسمها لنا كان صاحب رؤية ثاقبة وصادقة في نفس الوقت وكان له القابلية على التحليل هاي كلها صفات للقائد الاستراتيجي واقعاً كان يحلل الظروف الخارجية يعني البيئة الخارجية في الدراسات الاستراتيجية من تهديدات وفرص وكان أيضاً يحلل البيئة الداخلية من نقاط قوة ونقاط ضعف نعم وكان من خلال هذا التحليل وطبعاً هذا التحليل ليحتاج إلى معلومات دقيقة بل الأكثر من هذا أستاذ حسن يعني استطاع شهيد المحراب بأن يحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة ويحول التهديدات والتحديات إلى فرص للنجاح وهذا ما بدى واضحاً عندما يقول السنة والشيعة وأقدم السنة على الشيعة وأيضاً هناك يعني مصداق آخر بعد سقوط النظام المباد كانت هناك توجهات ورؤى مختلفة فكان للأقليات من ضمن النسيج الاجتماعي يعني الاهتمام الكبير من قبل شهيد المحراب وانصهار هذه الأقليات مع الأكثرية مع كل مكونات النسيج الاجتماعي العراقي في بودقة واحدة نعم كان التهديدات وكان العدو يعمل على هذا الأساس أنه استفادة أو يحتبرها فرصة إلى أنه هذا التنوع الموجود في داخل العراق المكونات الموجودة أن يجعل الفرقة أن يجعل القتال الطائفي بين السنة والشيعة بين الكرد مثلاً والعراب لكن كان السيد يدرك هذا التهديد ويدرك هذه المؤامرات ويدعو إلى وحدة أبناء هذا الشعب وكان ينادي بحقوق الآخرين أكثر لعلهم من حقوق الشيعة باحتباره هو جزء من هذا الكيان وهي الأغلبية السكانية في داخل العراق فكان يعني عارف تماماً ويحلل تحليلاً دقيقاً ويشخص التهديدات ويشخص العدو ومعرفة العدو لدينا الحقيقة علمياً مهمة جداً لا يمكن لقائد أن يضع خطه بدون معرفة العدو معرفة حقيقية فكان هو يعرف العدو ويسبق الآخرين الحقيقة في تشخيص العدو وفي تشخيص البيئة الداخلية والخارجية ولعله المشاكل الآخرين مع السيد لأنه يسبقهم في التحليل بعدين وراء سنتين ثلاث يعملون كما عمل السيد الحكيم شهيد المحراب فكان يسبق الآخرين مشكلته مع الآخرين وربما يختلف مع الآخرين لأنهم لم يستطيعوا أن يسبقوا في عملية التحليل وهذا التحليل يحتاج إلى معلومات دقيقة فكان يهتم كثيرا في جلب المعلومات وجمع المعلومات من الداخل ومن الخارج من أجل أن هذه المعلومات تعينه في عملية التحليل ومن خلال هذا التحليل الصحيح والرؤية الصحيحة يضع الاستراتيجية للوصول إلى الأهداف المرسومة فكان السيد الحكيم رحمة الله عليه يرسم أهداف قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى وكان هذه الأهداف لها علاقة في الرؤية في المستقبل لا تختلف عن الأهداف التي يريدها المسارات الساد حسن التي توصل العراق إلى هذه الأهداف التي رسمها شهيد المحراب هذه المسارات تجسدت بمسارات واضحة المعالم وذات بنية قوية على سبيل المثال ركز شهيد المحراب على ثيمات اجتماعية حقيقية يعني ركز على المرجعية مباشر وصريح ركز على العشائر العراقية بشكل مباشر وصريح على المرأة العراقية بشكل مباشر وصريح وكان يرى في هذه العناصر نموذج مثالي لبناء الدولة الحقيقية حتى في مهجر سيد حكيم لم ينقطع حراكه المسؤول فكان يبرق برسائله إلى الحكومات العربية والإسلامية المنظمات الدولية أيضا كان يشارك في مؤتمرات الخارج دعما لجهود إزاحة نظام صدام كيف تنظر إلى هذه المسارات التي توصل إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحدثت عنها حضرتك نعم هذا ما تحدثت أنت عليه هو هذا أيضا نقطة وصفة من صفات القائد الاستراتيجي الذي يمتلك العقيدة فعقيدة كيف ينظر يحتقد بالمرجعية كيف يحتقد بالإسلام كيف يحتقد بوحدة الشعب العراقي كيف يحتقد بالإقامة العلاقات أيضا صفة أخرى من صفات القائد الاستراتيجي أن يقوم بنفسه أن يبنى العلاقات فهو وجدناه ومثل ما عاشرنا في يقيم العلاقات في الداخل والخارج كان يبنى العلاقات مع العشار في داخل العراق ويبنى العلاقات مع القيادات الاجتماعية كما يسمونهم القيادات الميدانية وهما عبارة عن شخصيات اجتماعية وعشائرية لها دور في عملية قيادة الأمة وجودهم كان مهم فكان دائما يؤكد ويوصل آخرين ويوصل المجاهدين العقيقة أن هناك يجب أن يستمر التواصل مع هؤلاء الشخصيات وكان يبعث لهم الهدايا ويبعث لهم الرسائل أما بالخارج فيقيم أيضاً العلاقات في مع رؤساء الدول ومع سياسيين ومع سياسيين عراقيين عاشوا في المهجر في كل الدول وكان يتفقدهم واحد واحد ويبعث لهم الرسائل ويطمئن الآخرين من كل المكونات الشعب العراقي واقعاً وعمل مع كل هذه المكونات مع الأخوة الكرد مع العلمانيين مع الأخوة السنة مع كل الحقيقة لهم علاقة ويريد أن يساعد شعب العراقي في عملية التغيير وكان يطمئن الآخرين وكانت له علاقة أيضاً مع دول المنطقة فكان له زيارات سنوية إلى دولة الكويت وإلى السعودية وإلى دول أخرى ورسائل وتبادل السلام ورفع القلق من الآخرين والتعريف بما نحن والتعريف بمظلوميتنا والتعريف بظلم صدام ودكتاتورية صدام للآخرين حتى غير من وجهة نظر العالم اتجاه صدام الصدام تعلمون أن أغلب الدول في العالم كانت تؤمن بصدام وكانت تدعم صدام وكثير من الدول هي التي وقفت إلى جانب صدام في كل حروبة لكن نتيجة هذا النشاط ونشاط الأخوة الذين معاه مع سماحة السيد الحقيقة شاركوا في عملية تغيير وجهة نظر العالم واحتبر صدام بالفترة الأخيرة مجرم حارب ولا يمكن بقاء أو يستمر في السلطة والسيد الحكيم الحقيقة أبعث كثير من الأدلة والرسائل إلى المحاكم الدولية محكمة لاهاي محكمة بلجيكة من أجل تقديم صدام مجرم حرب أيضا هذه من صفات القائد الاستراتيجي أن يقيم العلاقات كما ذكرت في حديثكم وطبعا استمر على هذا العمل الاستراتيجي وكان له أهداف يحقق بشكل تدريجي وكان من صفات أيضا القائد الاستراتيجي هو رقة القلب والتسامح ولكن أيضا من ضمن هذه الاستراتيجيات المهمة التي تكون في شخصية القيادية هي أيضا التفاوض فنلاحظ بأنه منذ مجلس الحكوم والقرارات المصيرية التي تبعت مجلس الحكوم الدستور الانتخابات وغيرها كان لشهيد المحراب اليد الطولة بل هو الذي أحد أركان ما سمي في حينها سياسة الأخ الأكبر يجمع هذه البيوتات السياسية ويقرب وجهات النظر هذه المراحل التي مر بها العراق بعد التغيير وإلى شهادة شهيد المحراب كانت واضحة المعالم في هذه القيادة الاستراتيجية أوسار حسن نعم صحيح هذه صفة واضحة عند السيد شهيد المحراب والحقيقة احنا تعلمنا منه وطبقناها في معاملتنا مع الناس ليس فقط في مجال السياسة وفي مجال الحكم والدولة والمكونات الأخرى أنه احترام الرأي الآخر والحوار ويعني واستقبال أي رأي وأن كان مخالف لرأيك واحترام الآخر الحقيقة أصبحت فتحالة وملكة نمتلكها الحقيقة من نحن ومن الذين عاشوا إلى جانب السيد الحكيم وكان الحقيقة معلمنا وأستاذنا في هذه الصفة حتى انتقلت أصبحت ملكة الحقيقة عندنا نتعامل بها حتى مع عوائلنا يعني يجب أن نحترم الآخر يجب أن نحترم الكبير نحترم الصغير نحترم السياسي نحترم المرأة نعطي المجال للنشاط المرأة وهذه الصفة واضحة الحقيقة لدى السيد الحكيم هو موضوع الحوار واحترام الآخرين واحترام الرأي الآخر وكما هو يحترم رأيك أن تحترم رأيك هذه الحقيقة صفة من صفات القائد الاستراتيجي ولا تدعو إلى القلق ولا تدعو إلى الخوف وعدم غلق الأبواف في وجه الآخرين وأنما نستقبل الجميع وكان يستقبل الجميع وكل المكونات وحتى داخل العراق وخارج العراق من يريد الحقيقة المنفعة ومصالح الشعب العراقي أن يفتح له الباب للحوار أنا أشكرك شكرا جزيلا أنا أستاذ حسن الساري القيادي في المجلس العلي الإسلامي العراقي والنائب السابق أثريت الحوار في هذا الملف وكرر شكري مرة أخرى لحضرتك ونتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بضيوفي لك رمى دكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حياكم الله دكتور وكذلك أرحب بي الأستاذ هيثم الحسني الخبير الاقتصادي أهلا بكم ضيوفا كراما نبدأ ما حضرتك أستاذ دكتور علي نتحدث اليوم عن قضية مهمة جدا وحساسة نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني إلى فرنسا فبالتالي رح رح نشير إلى نقطة غاية في الأهمية يجب أن نركز عليها هو قضية ما يمر به العراق من ظروف اقتصادية بدأت تنعكس هذه الظروف الاقتصادية حتى على السياسة بالتالي طريقة التعاطي مع فرنسا هل من الممكن أن تكون من خلالها مسارات جديدة تفك الخناق على العراق نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك السادة أحمد والضيف الكريم السادة الأيثم والمشاهدين قناة الأيام الكرام ابتداء يعني العراقة حقيقة مثلا بالسيد الرئيس الوزراء بدأ يخطو خطوات بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق في موضوع السعي باتجاه مساعدته فيما يتعلق في عملية عادة بناء البناء الارتكازية الاقتصاد العراقي والإسهام في عملية يعني تنفيذ المشاريع الكبرى للسراتيجية اللي إلها مردود اقتصادي كبير فضلا عن الأمور المتعلقة بالجوانب اللي تتعلق بالعلاقات التنائية ذات الاهتمام المشترك فبالتأكيد فبعد بألمانيا جاءت فرنسا واللي هي حقيقة بلد مهم من بلدان الدول الأوروبا الغربية أقضوا في يعني الحلف الشمالي الأطلسي وكذلك إلى وزن كبير في داخل المنظومة الدولية والأهم من ذلك هو الوضع الاقتصادي اللي يتبتع بفرنسا والحجم الشركات اللي بالإمكان أن تكون مساهمة في عملية تنفيذ المشاريع الكبرى في البلد فبالتأكيد اليوم مثل ما تفضلت حضرتك الوضع الاقتصادي اللي يعيش البلد المتمثل بالأزمة الكبرى اللي حقيقة هي ليست وليدة هذه الصحيح اللي ربما متعلقة اليوم بعملية سعر الصرف لكنه الاقتصاد العراقي أيضا يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من هذه الأزمة البنيوية أو الخلل البنيوي الكبير وهو اعتماد تقريبا شبه الكامل على المورد واحد وهو موضوعة الإرادات المبيعات البترول وتحويلها إلى الخزينة العامة لتغطية النفقات الحكومية سواء كانت تشغيلية منها أو الاستثمارية فبالتالي أن يكون هناك دور لفرنسا ومن خلال الشراكة معها اقتصاديا سياسيا امنيا أنا أعتقد هذا سيكون إلى وزن كبير خصوصا نحن نتحدث عن يعني ربما مشاريع عملاقة ربما سنأتي على ذكرها في سياق هذه الحلقة بالتأكيد الساد هيثم يعني نتحدث عن العلامات الاستفهام بخصوص المعايير اللي يراد تطبيقها في هذا الوقت الحالي ونتحدث اليوم يعني لما حكومة عمرها ثلاثة أشهر نريد منها أن تطبق ما لم تطبقه الحكومات السابقة وسياسات نقصد هنا الدولار كانت غائبة عن الحكومات السابقة وكانت هناك تجارة غير مشروعة تهريب للأموال واليوم الحكومة لما أخذت على عاتقها مكافحة جائحة الفساد أصبحت الضغوطات الأمريكية تمارس بهذا الاتجاه يعني شن جاوب على هذه الاستفهامات قناتك الكريمة وليضيفك الكريم حقيقة كان يحتاج لنا شوية وقت للمرونة نسميه من أجل أن تتكيف الحكومة مع تطبيق هذا القرار الاتفاق وكان مبنى على تنفيذه في مطلع الشهر الواحد الفين وواحد وعشرين ولكن عملية التسويف ومشاكل حثت نفذ هذا المعايير الدولية للسياسة النقدية بصراحة دكتور الموضوع رغم أضرار الوقتية لكن هي على المدى البعيد بفوائد اجتماعية وحتى ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي هو مجرد يعني وقت راح يكون وأكيد سوف يرجع إلى معدلات التي نصت عليها يعني الموازنة وهي يعني 1400 وكسور القصد من الكلام انه التطبيق الصحيح ممكن ان يصح على المسار نعم مرات الانسان يطبق الغذاء الصحيح على جسمه يتأثر بالبداية يحس بضرار يحس بتعب لكن ستيب باي ستيب راح يتحسن وضعه الصحي ويرجع إلى فعالياته بصورة صحيحة احنا كثير من عندنا من الاموال مثل ما اشرت جنابك هي كانت تطلع وتهرب وغسيل الاموال وغيرها وكثير من المواد الغذائية التي كانت تدقل إلى العراق وتسبب مشاكل صحية غير مفقوصة ما بها حماية المنتج اعتقد المعايير التي تسعى لحكومة يعني دولة رئيس الوزراء في تطبيقها هي على المدى القصير بها اضرار لكن على المدى البعيد سوف تحسن اعتقد زيارة دولة رئيس المزراء المقبلة إلى امريكا مع الوفد الكبير للمناقشة في يعني اخذ بعض الوقت او استماح ببعض الوقت للحكومة بصورة عامة ان تأخذ يعني وقت مرن من اجل ان تتكيف ويتكيف العراقيون مع تطبيق المعايير الدولية في الشفافية وفي يعني السياسة النقدية الدولية وهي انا اعتبرها خطوة صحيحة بالاتجاه الصحيح مع الاضرار التي حصلت في الوقت الحاضر نحن بحاجة الى يعني خطوات سريعة وجريئة لحماية الطبقات المهمشة والفقيرة في المجتمع حتى لا يحس بالضرر الكبير او التأثر الكبير الذي حدث فيه دكتور يعني اشار سيد الحسني الى زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى امريكا وهنا نتحدث عن هذه المعادلات السياسية الدولية اللي هي من اختصاص حضرتك نتحدث عن هذا الوفد وزير الخارجية ومجموعة من المختصين وعن زيارة واشنطن اللي تحمل معها عدة ملفات اللي راح يتناولها الوفد مع البنك الفدرالي الامريكا وزارة الخزانة لوقوف على تداعيات هذه الازمة بالتالي كيف ستكون هذه المعادلات بعد المانيا فرنسا ومن المرتقب أن تكون امريكا نعم بالتقدير المتواضع الزيارة للولايات المتحدة ستكون ربما مفتاح لتبكيك الازمة بشكل كبير جدا خصوصا في ظل المعضيات التي فرزتها عملية التطبيق المنصة الجديدة ومعاملتها السياسة النقدية وكيفية تسويقها للخارج من صعوبات جمع نحن نتحدث عن اقتصاد هو أصلا يواجه مشاكل كبيرة جدا وبالتالي فضلا عن المعطيات السياسية المرتبطة ارتباط وثيق بالجانب الاقتصادي ونالك حقيقة صعوبات كبيرة جدا في هذا المجال الولايات المتحدة العميكة تحديدا المؤسسات المالية يعني البنك الفدرالي أحداها تعمل بالإطار السياسات الواضحة ذات الشفافية العالية وبالتالي هذه تحتاج إلى حوار يعني معمق بين الجانب العراقي وجانب الولايات المتحدة يعني النظر ربما مثل ما قال السادر الحسني قبل قليل بشيء من المرونة ويعطى شيء من المرونة للجانب العراقي لكي يساعد ذلك على عملية الموازنة أو تحقيق مقاربة بين الامتثال أو حتى ما نقول الامتثال نقول يعني السير بشكل صحيح في إطار سياسة نقدية متوازنة وذات شفافية عالية بمعنى أنه يكون التاجر العراقي مرتبط بالبنك المركزي اللي هي المؤسسة المالية الرئيسية وليس بالسوق الموازي في قبالة يعني يعني إجراءات من شأنها أن تعزز الوضع الاقتصادي العراقي وتساهم إلى حد كبير في عملية تعافي العملة العراقية أو سعر الصرف الدينار العراقي في قبالة العملة الأجنبية اللي هي الدولار لذلك نعتقد أن هذه الزيارة زيارة مهمة وستكون مفيدة بشكل أكبر خصوصاً إذا ما كانت هناك مخرجات الزيارتين اللي نتحدث عنها زيارة ألمانيا وزيارة فرنسا وكيفية التعامل مع الشركات ويعني في عملية إسهامها في عملية تنمية في العراق في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والتقنية وفيما يتعلق في موضوع حتى فيما يتعلق في الجوانب الشفافية تطوير العمل المصرفي كل هذه الأمور العراق اليوم بحاجة إلها لأنه في مضاوقت طويل جداً وهذه المسارك أو هذه القطاعات مهملة أو على الأقل هي تتراجع بشكل كبير ما يتناسب مع حجم الوضع الاقتصادي الواعد للعراق واللي يتمثل بعملية يعني علاقات تبادلية اقتصادية ربما تكون كبيرة جداً الآن وفي المستقبل أستاذ هيتم يعني هذه العلاقات التبادلية والاقتصادية الآن وفي المستقبل يتفضل بها الدكتور علي الجبوري نتحدث هنا عن هذه الخطوات المتسارعات بل الضغوطات المتسارعة على حكومة السوداني بالتأكيد أن لكل نجاح يظهر مقابيل أعداء جدد وهذه المعادلة بدأت داخلياً وخارجياً هذه الضواغط بدأت تترى على حكومة السوداني ونلاحظ بأن المسارات على الداخل بدأت والمسارات على الخارج أيضاً بلش بها رئيس الوزراء نتحدث هنا عن هذه القضية الحساسة هل من الممكن أن تفضي إلى اتخاذ مسارات اقتصادية جديدة؟ نحن يمكن يعني بالعراق محتاجين مبدأ وكل ممكن نتحدث بأن نظرنا لكثير نقول الثورة الإدارية الشاملة من أجل إعادة فلسفة إدارة الدولة والتصدي لكثير من المشاكل حقيقة الزيارات والانفتاح الدولي هو مهم جدا لإعادة العراق وإعادة إلى وضع الطبيعي والمشافات من الأمراض التي تعرض أكيد الاتفاقيات وأكيد العلاقات الدولية سوف تعزز من نجاح هذه الحكومة وتعزز من التنمية الشاملة التي يحتاج العراق السوق العراقي يحتاج لكل الاحتياجات وتقاريرنا تشير إلى أن كل المنتج العراقي هو 1% من احتياج السوق العراقي بصورة عامة التحديات كثيرة لكن النجاحات سوف تكون من نصيب هذه الحكومة دولة رئيس الوزراء متابع جدا عند بعض الصفات تمتع بعض الصفات ما تمتع بها رئيس الوزراء من سبق رجل عملي يتواصل يحاول أن يلقى حلول لكثير من المشاكل أعتقد أطلاق الموازنة وانطلاق المشاريع وخاصة أن هذه الموازنة هي موازنة أكبر موازنة تحدثنا عن الانفجار سوف تصل أكثر من 200 مليار وسوف بها كثير من الرصد تحدثنا عن مشاكل الكهرباء والاتفاقيات لكن كانت مشكلتنا أنه لم يكن تغطية مالية في هذه الموازنة تم حسم هذه الموازع وكثير من الموازع التي حسمت صحيح المشاكل بدأت أن تكون اتباعا كارتفاع سعر الصرف وكذلك قانون قرار المحكمة الاتحادية وأنا أستبشر بها خير أنه أكيد سوف تجبر الطرفين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على الجلوس معا ووضع قانون للنفط والغاز يضمن بها حقوق الشعبين أو يعني خلي نقول الشعب الكردستالي بصورة عامة الشعب العراقي والشعب العراقي العربي بصورة عامة بوفصل ويكون أموال الشعب إذا كان في كردستان أو في بغداد هي أموال واحدة ويمكن أن تحل هذه المسارة وإذا توحدنا يعني إحنا لو كان سيطرة الحكومة الاتحادية على الموارد الاقتصادية للبلد تحت عنوان واحد وعدالة والشمولية في التوزيع أنا أؤكد سوف نكون دولة موحدة قوية لن يعني تضربها زلازل الانفصال أو زلازل التحديات الكبيرة الخطوات اللي يقوم بها دولة وإن شاء الله تكبل بالنجاح كون أنه يعني المساعي خلينا نقول إحنا جيدة جدا والخطوات تكون بها نوع من يعني الإيجابية على المرحلة القادمة طيب دكتور علي وسط هذه الأجراءات إذا ما عدنا إلى زيارة رئيس الوزراء إلى فرنسا وتوقيع أكثر من خمسين مادة للتعاون والتبادل في المجالات متعددة حول مكافحة الفساد استرداد الأموال العراقية حماية الآثار دعم البحث العلمي تدريب دبلوماسيين طيب هذا يعني في الظاهر تبدو أنها بروتوكولية وفي أكثر من زيارة يتم الكلام عن هذا ولكن ماذا عن الغاطس من هذه الاتفاقيات نعم أنا أعتقد الجزء اللي حقيقة اللي هو يعني ينفع العراق بشكل كبير جدا كما بتأكيد الجانب الآخر الجانب الفرنسي هو يتعلق في موضوع التطوير التعاون بين البلدين بالاتجاه اللي يساهم في عملية تعظيم المصالح كل البلدين خصوصا في ظل مثل ما تحدثت في بداية حديثي يعني اليوم جو التنافس اللي أصبح على السوق العراقية بعد الاستقرار الكبير اللي شهد الوضع الداخلي والمؤسسات بالدولة العراقية كان هناك رغبة كبيرة من قبل كل دول العالم باتجاه عملية الدخول في السوق العراقية وأعتقد ما جاءت مخرجات خليجي 25 ربما هي العلامة الأكثر وضوحا في هذا المجال بما يتعلق بعملية الدخول الاستثمار في العراق اللي يحتاجه فقط موضوع عملية تنظيف تهيئة البيئة الاستثمارية في العراق من خلال مضلة التشريع وما إلى ذلك في هذا المجال هناك اليوم تنافس بدلالة حقيقة التوقيع اللي صار في الألزية لم يوقع شبيها إلى منذ سنوات طويلة يعني بين فرنسا وبين أي دولة بالعالم وهذا مؤشر حقيقي على تقييم الجانب الفرنسي لقوة الاقتصاد العراقي ويعني قدرت على أن يلبي تطلبات فرنسا في أن تتعامل معها بشكل كبير جدا وحدة من المؤشرات وأنا استمعت إلى من إذاعة منتكارلة الدولية اللي إذاعة فرنسية متخصصة كان هناك حديث على أن شركة توتر أنرجي الفرنسية ضمن الاتفاق يعني تعهدت بعملية إحياء الاتفاق اللي كان مبرم فيما يتعلق بموضوع الطاقة مع العراق واللي عطل في السنوات الماضية لكن دخول الشركات الألمانية كمنافسة من أجل الفوز بهذا العقد هو اللي ساهم في عملية ذهابهم إلى يعني عملية إحياء هذا العقد اللي قيمته 27 مليار دولار لذلك أنا أعتقد وهذا الأمر ينطبق على ما يتعلق بموضوع الطاقة موضوع القطاعات الاقتصادية الأخرى فيما يتعلق في موضوع أيضا تمويل القوات المسلحة أو تجهيزها بالأسلحة المتطورة بالقوة الجوية بشقيها المقاتلة والمروحيات وكذلك الدفاع الجوي ومنظومات الدفاع الجوي كل هذه حقيقة جوانب ستؤكد أو ستساهم إلى حد كبير في أن يكون هناك عملية تدعيم للوضع الاقتصادي العراقي وكذلك لقوة الدولة العراقية وفرض هيبتها سواء كان بالمنطقة أو على الوضع الداخلي أنا أعتقد الآن البيئة مهيئة في هذا الاتجاه والوضع يعني الاستقرار الذي يشهد العراق ساهم إلى حد كبير في إعطاء مؤشرات أو رسائل جيدة في هذا الاتجاه يبقى فقط كيفية عملية استثمار هذا الجانب مثل ما أوضحت اتحضتك ساد أحمد ما يكفي فقط الجانب البروتوكولي التوقيع والجانب الإعلامي إنما المهم هو كيفية توظيف هذه الاتفاقيات على الأرض المؤسسات العراقية اليوم الوزارات العراقية مدعوة لأن تعمل بجد باتجاه عملية تحقيق هذه المعطيات التي وقعت على الورق على الأرض خصوصا في ظل اندفاع غير طبيعي من كل دول العالم والشركات الدولية باتجاه عملية الاستثمار في العراق طيب الاستثمار لم يتحدث عنه رئيس الوزراء أستاذ هيثم قبل أن تحدث عن جائحة الفساد وهنا نتحدث عن هذه الأسس والمنطلقات لما نتحدث عن استرداد الأموال المنهوبة فكان هذا الموضوع حاضر في زيارة فرنسا حيث تم توقيع مذكر التفاهم في مجال مكافحة الفساد فرنسا تتعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة من العراق قبل وبعد عام 2003 وراح سكان اكتفاق بين الطرفين بأن راح تبذل جهود من قبل الطرفين استرداد هذه الأموال والمطلوبين أيضا هذا إلى أي مدى ينعش الميزانية العراقية وإلى أي مدى يوقف عمليات الفساد المستشري دكتور أحمد حقيقة نحن من شفنا صورتيا أن الرئيس العراقي ورئيس الفرنسي جاسين تثبت همية العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية ويعني العالم أجبر على البحث عن بدائل إلها في توميلها في الطاقة ومصادر الطاقة ويمكن اليوم العراق هو يعتبر يعني المرشح الأول أن يكون بديل لروسيا في سداد يعني ما تحتاجها أوروبا وامدادها بالطاقة بالغاز أو بالنفط فهذا يبين أن العراق ذو أهمية وأهمية كبيرة جعلتها أن يكون اليوم الرئيسيين يبعدون في جلسة مصارسة سابقا فالاحتياج مثل ما احنا محتاجين فرنسا أثبتت أنه احتياج العراق مقابيل هذا الشيء موجود ثانيا أنه عملية البرتوكولات اللي بنيت هذه في تعديل الشفافية والتعاقد مع شركات كبرى في التدقيق المالي وتدريب يعني الدوار المتقصة عندنا بالرقابة وكيفية محاربة ومكافحة الفساد أعتقد هي سوف تكون إلى أثر كبير اليوم نحن نتكلم في العراق ونسمع عن أموال وملايين الدولارات يعني تطرافر بسورة يعني ما أعرف شون أوصفك هل هي غريبة عجيبة يعني نقرأ أو نسمع على أنه مديرة مصرف فرع صغير في ناحية بسيطة في إحدى المحافظات باختلاص ما يقدر 15 مليون دولار وما أعرف هذا ما اكتشف نقرأ بالمانشية أنه مشكورة وإذا نزاه استرد حدودت اليوم ومدرج قد دينار العراق من المحفظة اللي هي المات المتقاعدين اللي أدوله أكيد أنه لو تقوت السياسي الإدارة المالية مالتنا في الانضباط المالي وحافظ على الإنفاق العام أكيد سوف تنعكس كل هذه الأموال على خدمات المجتمع وسوف تتحسن الخدمات وتذهب إلى مستحقها بدلا أن تذهب إلى الفاسدين وجيب الفاسدين والمتلاعبين بصورة عامة فأكيد سوف تكون لها أثر كبير في تحسين الخدمات وتحسين الحياة في المجتمع وتطوير الرأس المال المجتمعي ونقول عليها السلم المجتمع أشكرك شكرا جزيلا أستاذ هيثم الحسن الخبير الاقتصادي وأشكر كثير لحضرتك الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسي في جامعة بغداد ضيوفا كراما وشكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله